تمتلئ المنتدى الرومانية بحشود من الرومان ووجوههم تعكس مزيجاً من الصدمة والفضول والترقم الجو مشحون بالتوتر والهمسات في وسط المنتدى يقف بروتوس شخصية جذابة وثابتة يحمل سيفاً ملطخاً بالدماء في يده يتقدم بروتوس إلى منصة مرتفعة يواجه الحشود أيها المواطنون الرومان أيها أبناء قومي الأعزاء اليوم أقف أمامكم لست طاغية بل خادماً لجمهوريتنا العظيمة اسمعوا ما لدي أن أخبركم به فإنه حق ثقيل يتطلب انتباهكم نقطة الحشود تصمه وجميع الأعين تتجه نحو بروتوس في انتظار كلماته أنا لم أكن أقل حباً لقيصر من أي شخص هنا حاضر اليوم إذا سألني أحدهم لإذا قمت برفع سيفك عليه سأجيب قتلته لأن حبي لرما يتجاوز حبي لقيصر نقطة الحشود تتحرك وتهمس بينها متحمسة لكلمات بروتوس الغامضة أنتم أيها الرومان هم نبضي هذه الأمة العظيمة في أيديكم تكمن مصير روما أناشدكم أن تتجاوزوا الوهم الشخصي وتحتضنوا الروح الجماعية التي تحددنا معاً يمكننا أن نعيد بناء مدينتنا المجيدة ونستعيد المبادئ التي جعلت روما عظيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر